وتقترب الخطى من رمضان امور ينبغي على المسلم ان يراعيها في شعبان منها قضاء رمضان الماضي فمن كان عليه قضاء ايام من رمضان السابق لسفر او مرض او حيض ونحوها فليبادر الى قضائها قبل دخول شهر رمضان فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان او تخصيصها بعبادة خاصة قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ومن الاحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها قال الشيخ الالباني ضعيف جدا او موضوع وحديث خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة اول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النهر قال الشيخ الالباني موضوع قال الشيخ ابن باز رحمه الله كل الاحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا اصل لها ثم اذا جاء اخر الشهر فلا يجوز ان يتقدم رمضان بصيام اخر يوم او يومين من شعبان الا اذا صاد فاياما اعتاد الانسان ان يصومها او كان في قضاء رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير اشتركوا في القناة